اشتركوا في القناة يوم الاحد طبعا القمر موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات وطبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية عصر يوم الاثنين يعني للساعة ثنتين واثنين واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج بما ان القمر موجود الان في برج الاسد موعد بث الحلقة وفي عنا خلو مسار في ساعة المساء رح يستمر لغاية ساعة الصباح معناته تأثيرات رح تستمر علينا لغاية ساعة الصباح اللي هو صباح يوم الاثنين انه تأثيرات برج الاسد على جميع الابراج فيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا تقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة في هاي الفترة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة التحلي بالشجاعة ارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا في حلقة الامس ذكرنا خلو المسار اليوم طبعا خلو المسار رح يبدأ في مساء اليوم الاحد رح يبدأ الساعة 11 و 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى ساعات صباح يوم الاثنين يعني لغاية الساعة 6 و 21 دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذرة يعني الساعة 6 و 21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بكون استقر في برج العذرة وبلش يشكل اول زوايا طبعا اليوم ما في عنا اي زوايا لا ايجابية ولا سلبية هي التأثيرات فقط من الزوايا البطيئة ووجود القمر في العذرة في ساعات الصباح لما يكون القمر موجود في برج العذراء فهنا التأثيرات بتصير على جميع الابراج هي بعض صفات برج العذراء منعود الان لطبيعتنا الجد ننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا بالمحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفاحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام وبيشعر انه نشعر انه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن في هاي الفترة بعض الاشخاص ينتقدوا انفسهم او يتوهموا بعض الامراض زي نوع من انواع الوسواس وهذا الاشي بكون ما الو اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عدات سيئة مثل التدخين شرب الكحول مهدئات بداية الحفاظ على الوزن بداية رجيم معين او دايت معين بوسعنا بالفترة هاي اقتنع حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا طبعا المتشكل البطيئة عنا اول زاوية هي زاوية ايجابية تثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي مستمرة طبعا اليوم 13 ستة هي اللي بتزيد من ذهننا والحدث عنا وقدرة النقد وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبرضو في نفس اللحظة هاي بتزيد من تنظيم قدرتنا على تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية رح يكون بين عطارد وبين نبتون وهاي رح تستمر لغاية يوم 9 ستة هي هاي زاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين زحل ومستمرة هاي برضو ليوم 9 ستة هي اللي شوي بتسببنا نوع من انواع التعب والقلق والحذر والميلة الكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق اللي ممكن انه يضر بصحتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا منه الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح بيظل عندنا الحساسية او الاعضاء الاكثر حساسية القلب الشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل طرابات القلب العمود الفقري الظهر الجانبان اما في ساعات الصباح فطبعا القمر بدو ينتقل للعذراء فبصير علينا تأثير اللي هو العذراء او الاعضاء المرتبطة في برج العذراء اللي هو البنكرياس الامعاء الدقيقة المصران الاعور او القولون وبرضو القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس والعيون والاذنين طبعا هاي الاعضاء الاكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية الاضافية ونبتعد عن العمليات الجراحية اللي بتتعلق في هاي الامور الا اذا كانت عمليات طارئة او عمليات صغرى اما اذا كان الامر بتعلق في هاي الاعضاء فانا ما بنصح اي عمليات جراحية لا الها بس مراعاتها او اخذ علاج لا الها او عمل فحصات بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء العمليات الجراحية وخصوصا العمليات الصغرى للأعضاء اللي ذكرناها اما العمليات الجراحية الكبرى دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاربعاء ثمانية ستة رح يبدأ في تمام الساعة اتناعش وثمان دقائق ظهرا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر فاليوم عمر القمر انحسار المربع بدأ يتشكل لنصف البدر بشكل اوضح طبعا عمره سبع ايام في تمام الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره ثمان ايام نسبة الاضاءة بتصير اثنين واربعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الاسد بدأ ينتقل للعذراء في ساعات الصباح رح يمكث في العذراء لغاية يوم ثمانية ستة هو الان منتحس بنسبة أربعين في المية ولكن ساعات الظهر بتنزل النحوسة او نحاسته لغاية عشر في المية في ساعات العصر بترتفع سعودته لنسبة خمس واربعين في المية عطارد في الثورة حتى يوم ثلاثة عشر ستة طبعا منتحس بنسبة او نحيس بنسبة أربعين في المية الظهرة في الثورة حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة برضو نحيس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة بعدين بيبدأ في عملية التراجع سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة وبعدين برجع للحركة الأمامية في برج الدلو هو منتحس بنسبة 15% أورا نصف الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% يوم 24 ثمانية بيبدأ عملية التراجع في برج الثور نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% طبعا يوم 28 ستة برضو بيبدأ عملية التراجع في برج الحوت بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 بعدين برجع للحركة الأمامية اليوم هو منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن من ساعة مساء يوم الأحد طبعا القمر ما زال موجود في الأسد فبضل رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم أو تقرب منهم أو مجالستهم الحوار معهم عمل مشترك أمور إلها علاقة بالهوايات أو علاقتنا مع الأبناء بتكون بأوجها اليوم أنت عندك طاقة حلوة كثير وبتسحر بحضورك الباهر كل الموجودين حواليك الأجواء ممتازة جدا على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض ولكن بسبب انتحاسة القمر شوي ضبط الأعصاب مطلوب في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس فبتكوا تبدأوا عملية الانتباه لصحتكم أكثر وبرضو بتكوا تنتبهوا للأمور اللي إلها علاقة بالعمل الصحة ما فيه شيء خطير ولكن هي ممكن بعض الفحوصات أو المراجعات الطبية أو بعض الاهتمامات الصحية بتكوا تحذروا تراكم العمل أكثر من المعتاد برضو خلال هذا اليوم ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور القمر ما زال موجود في البيت الرابع لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتأخذ القسط الأكبر من تفكيركم ممكن تهتموا ببعض التصليحات المنزلية أو ترتيبات أو غيرها ممكن مناسبة عائلية أو حدث عائلي أو تقارب من أحد أفراد العائلة ممكن بعض الأشخاص من بوليد برج الثور يكون عندهم اجتماع أو ترتيب لمناسبة أو احتفال عائلي الأجواء مناسبة جدا لكثير من الأمور ولكن ممكن تظهر بعض المصاريف الشخصية الإضافية أو المسائل الشخصية من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فهنا بصير التركيز كله على الأمور اللي إلها علاقة بالأحباء ممكن تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم فيهم أو مناسبة معينة أو تقارب عالي ما بينكم بين أحبائكم أبنائكم أو الاهتمام فيهم أو ممارسة هواية معينة اليوم رح تعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الجوزة ما زال القمر موجود في البيت الثالث لعلكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتكثر عندكم اليوم برضو الاتصالات من الآن للصباح والتنقلات أشخاص ممكن اليوم يهتموا بقضية بتتعلق بأخ أو جار طبعا سرعة البديهة والخاطر عندكم عالية جدا قدرتكم على الإقناع ومناقشة الأمور الصعبة قدرتكم على طرح الأفكار برضو ممتازة جدا من اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم رح يبدع فيها بشكل جيد ولكن بتديروا بالك من بعض التسرع في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأنه القمر رح يصير في البيت الرابع فهون بصير التركيز له علاقة بالبيت والعائلة طيلة النهار ممكن ترميمات تصليحات أو اهتمامات عائلية الأجواء جيدة لعملية التصليح أو بعض الترتيب البيتي في بعض كور رح يهتم بمناسبة أو حدث عائلي معين ممكن عند البعض يطرق بعض الأعطال المنزلية أو الحدث العائلي اللي بده يبحث عن بيت أو بده يستأجر بيت الفترة هاي مناسبة برج السرطان ما زالت الأجواء جيدة جدا على المستوى المالي من الآن لغاية ساعات الصباح بتفتح لكم مجالات لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي مستردة تهبات دعم مالي إلكوا أموال بتستردوها أو بتهتموا بأمور إلها علاقة بالفوترة أو ديون قديمة أهم إشي بالفترة هاي إنك أنت تبتعد عن المصاريف للزيادة أو عن البذق أو حتى عن إنك تداين أشخاص فلوس لأنه في فترة خلوم مسار طويلة ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم إشي إنك زي ما حكينا ما تتسرع بتوظيف الأموال بدك الدقيق بالتفاصيل بشكل جيد أما من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لصالحكم طبعا لأنه النشاط رح يصير حالي جدا على مستوى التنقلات والاتصالات الحوارات السفريات حتى المناقشات بتكون ممتاز اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم الأجواء جيدة وممتازة جدا ودعملة لكم ولكن لأنه شوي عطارد لسه ما أعطى طاقته بالكامل وفي نفس اللحظة القمر مش سعيد بطريقة قوية بدها شوي التركيز وعدم التسرع في تقديم الامتحانات بتكونوا أكثر وعي على الطرقات وخصوصا لغاية ساعات الظهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد الأجواء جيدة على المستوى الشخصي اليوم عندكم نشاط عالي ممكن تعيدوا نشاطكم المبقود بالأيام الماضية اليوم رح تهتموا بشكلكم بهندامكم بمظهركم طاقتكم حلو جدا ملفتين للنظر للجنس الآخر بشكل كبير وخصوصا لغاية ساعات الصباح الأجواء دعمة بشكل كبير ممكن تبدأوا بأي خطوة جديدة أو أي أمر بتفكروا في الأجواء مناسبة ولكن لا تتخذوا قرارات حاسمة لأنه فترة دخلوا المسار طويلة من ساعات الصباح التركيز كله رح يصير على الأمور المالية لأنه القمر رح ينتقل للعذراء يعني بيت المال فتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع وبرضو اليوم رح يفتح لكم شغلات إلها علاقة بالمكاسب الدفعات الأشياء اللي إلها علاقة بالفوترة بعض الأمور المالية اللي ممكن ترتبوها بشكل جيد بعضكم ممكن يحصل على هدية أو مكاسب تيجي بشكل مفاجئ برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر من الآن لغاية ساعات الصباح بيظل موجود في بيت المتاعب عشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم ممكن تشعروا بطاقة فارغة من الحدود برضو في نفس اللحظة ما تتخذوا أي قرارات حاولوا أنكم تعملوا أموركم الروتينية انتبهوا لغذائكم لصحتكم بعضكم ممكن يهتم بأمور إلو علاقة بالمستشفيات أو بالأطباء بالفترة هاي يعني مراجعات أو بعض الفحوصات ما تهم الهم أنه ممكن تتأخر بعض الأمور أو تلغى أو تؤجل في خلال هذا اليوم بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح يوصل عندك فعشان هيك رح يعطيك طاقة عالية جدا بشكل مفاجئ وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظاهرة فبتلاقي أن الطاقة تعوضت صار عندك نشاط حيوية بتنقلب كل الخيارات لصالحك بيصير الوضع بناسبك بشكل جيد وبتتمتع بقدرة على قلب المعطيات لصالحك في جميع الاتجاهات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا النشاط ما بينك وبين الأصدقاء الآن قوي جدا الآن العلاقات الاجتماعية والأصدقاء اللقاءات الاحتفالات المناسبات عملية التواصل ما بينك وبين أصدقائكم بتصير ممتازة جدا برضو اليوم ممكن يدعمك بعض الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران في مساء المعينة عشان هيك يحاول أنك ما تبقى وحيد خليك بتواصل اجتماعي عالي وحاول أنك تنجز الأعمال المهمة والضرورية قبل ساعات الصباح دون اتخاذ أي قرار لأنه في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للعدرة يعني بيت متاعبك فرح تدخل في ساعات الصباح فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقع على عقد ولا تحسموا أي أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض وبدك تتوقع أنه أي شيء أنت موعود فيه ممكن أنه يتأجل أو حتى يلغى لأنه بيت المتاعب يعطل كثير من المسائل عشان هيك عليك أنك تنجز بس أعمالك الروتينية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب القمر ما زال موجود لغاية ساعات الصباح في بيت السمع فعشان هيك الأجواء بالظل ممتازة على مستوى مصالحكم في مجال العمل علاقاتكم مع المسؤولين جيدة للأشخاص اللي بدهم يقدموا لسي في أو لمقابلة عمل ولكن من ساعات منتصف الليل وما بعد ما تتخذوا أي قرار حاسم حاولوا أنك تحافظوا على سمعتكم لا مجازفات ولا مغامرات ولا مخالفة قوانين حاولوا أنك تحافظوا على سمعتكم من أي تصرف ممكن يعمل علامة استفهام في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لصالحكم بشكل كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية وعلاقاتكم مع الأصدقاء أو بعض أفراد العائلة فممكن اليوم يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعى أنت لعمل اجتماع ما بينك وبين الأصدقاء أو الحفلة تكون عندك أنت في البيت مناسبة معينة فعشان هيك اليوم لازم تنشط اجتماعيا وتستغل كل الفرص المتاحة من الأصدقاء والمعارف برج القوس بالنسبة لما ولد برج القوس طبعا الأجواء ما زالت داعم جدا على مستوى السفر والاتصالات البعيدة تعامل مع الأجانب الامتحانات الجامعية أو ما بعد الدراسة الثانوية حتى على مستوى الاستراد والتصدير برضو ممتاز جدا لغاية منتصف الليل أما من بعد منتصف الليل فهنا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفرية بده يتفقد أمتعته بشكل جيد وأوراقه وكل ما يتعلق بالأمر اللي هو مقدم عليه اللي عنده امتحان بده يركزه ما يعتمد على الحضوض لأنها فترة خلو مساء برضو اليوم ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات أو تنشط حتى بالنشاط الفكري أو السياسي أو الفلسفي يعني كمحادثة أو حوارات أو نقاشات من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل للبيت العاشر اللي له علاقة بالسمعة فرح تركزوا على سمعتكم أكثر المحافظة على سمعتكم الدفاع عن مصالحكم عن حقوقك مصالحكم الإجتماعية بتكون في أوجهة ممكن تستغل بعض المعارف أو العلاقات لتصليح وضع معين في ساعات النهار بصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن اليوم أنه تهتم بالمسؤولين أو المسؤولين يهتموا فيك بشكل ما بكوا تتجنبوا أهم شيء الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وتبعدوا عن المغامرات حاول أنك ما تشوه سمعتك بالفترة القادمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز كله على الأموال المشتركة من الآن لغاية ساعات الصباح فممكن اليوم يتحصلوا على بعض المكاسب اللي إلها علاقة بشراكة بتعويض بأحد الأزواج بشركائكم أمر إلو علاقة بقرض أو تسوية مالية أو حتى ميراث يعني الأجواء على كل هاي الأمور بتفتح فرص مالية جيدة لإلكم ولكن بتكون تحذروا من أي شراكة مالية جديدة لأنه في فترة قلوب مسار من منتصف الليل لغاية ساعات الصباح فعشان هيك حاولوا أنه تبدعدوا عن اتخاذ قرارات حاسمة طبعا اليوم حاول برضو أنك تمسك حالك ما تخلي في خلافات أو زعل حاول أنك تعمل نوع من أنواع المصالحات في ساعات الصباح الأجواء رح تنقلب تماما لصالحكم على مستوى التنقلات والاتصالات البعيدة للتعامل مع الأجانب الامتحانات الجامعية ورح تكون لصالحكم بشكل كبير أهم شيء أنه تهتموا بالدراسة والتحضير لهذه الأيام القادمة اللي رح تكون لصالحكم بتكونوا أهم شيء خلال اليوم لغاية ساعات العصر أكثر وعي على الطرقات وخاصة أثناء قيادة السيارة ما بين المدن ممكن تتعرضوا لمخالفة أو لبعض الأعطال وبدها تركيز بشكل جيد برضو ممتاز هاي الفترة على مستوى الأوراق اللي إلها علاقة بالهجرة أو إلها علاقة بالسفر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال مقابلكم تماما في برج الأسد لغاية ساعات الصباح فعشان هيك فترة جيدة لتدعيم شراكاتكم المالية والعاطفية والأمور اللي إلها علاقة بالشركاء ممكن شركاء عمل هاي فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أو التقارب ما بينك وبين الأزواج أو عمل مصالحات أو ترتيب وضع قادم ولكن ما زالت طاقتك ضعيفة فحاول إنك ما تنفعل حاول إنك ما تتوتر ويبتعد عن الجدال العصاب شوي لسه متوترة لازم تتعامل مع الأمور باعصاب بردة أما في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الثامن فرح يصير التركيز كله على الأمور المالية وهنا رح يصير الاهتمام بالأموال المشتركة أكثر كقرض أو مساعدات أو بعض الأمور حل قضية مالية العلاقة بشريك أو الاهتمام بمسائل بتتعلق في قروض بنكية أو ميراث قديم أو أمور من هذا النوع الفترة مناسبة للحلول المالية أهم شيء أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا للأسف الشديد أنه بدأ الضغط عليهم خلال هذا اليوم يعني يصير ملموس لأن القمر صار يتجه باتجاه مقابلتهم في برج العذراء فعشان هيك طاقتكم بدأت تنزل حتى على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فببدأ العمل بتراكم أكثر على غاية ساعات الصباح بتشعروا أنه ما عندكوا قدرة على إنجاز كثير من الأمور في بعضكوا راح يتهرب حتى من دوامه أو من أعماله بتكوا تنتبهوا من هاي النقطة انتبهوا لغذائكم لراحتكم لأموركم الصحية بشكل كامل أهم شيء أنك ما تسمح للواجبات بإنها تترافق مع بعض يعني لا تنجز أكثر من عمل في نفس الوقت انجز الأعمال الضرورية والمهمة لغاية ساعات الصباح ما تتخذ قرارات حاسمة وفي نفس اللحظة ابتعد عن المشاكل مع زملائك في العمل في ساعات الصباح القمر راح يصير مقابلك تماما فهنا طاقتك راح تنزل بشكل كبير ركز على الأمور اللي العلاقة بالشراكة أو بالأزواج شريك المال العمل أجواء جيدة للتواصل وتعزيز العلاقة معهم بدك تكون أكثر تفاهما لوجهة نظرهم بس بدك تحاذر من الخلافات حاول أنك ما تضخم الأمور حسسيتك عالية وعند قابلية لإفتعال أي مشكلة فعشان هيك ابعد عن المواجهة لأنك أنت الحلقة الأضعف خلال فترة اليومين القادمات وأي شيء رح ينعكس عليك سلبا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء